نعت مصر ضحايا حدث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة أسواحل اليونانية والذي كان قد انطلق من أمام أسواحل الليبية صوب أوروبا وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريون وأوضحت وزارة الخارجية أن سفارة مصر في آثينا تتابع مع سلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين كما تتابع وضع ناجينة ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم وأضفت الخارجية أن مصر تؤكد مجددا إدانتها بأشد العبارات استمرار قيام العصابات المنظمة للجرائم الهجرة غير الشرعية باستخدال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل اشتركوا في القناة